موسيقى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب شرح لي صبري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رأينا في اللقاء الماضي كيف أن قريش حاولت مرارا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا كيف كان موقف أبي بكر سواء موقفه النبيل في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقفه النبيل وهو يصارع الموت إذ أول شيء يسأل عنه بعد إفاقته هو حال النبي صلى الله عليه وسلم أو موقف أم جميل التي تربت في أحضان هذا الدين العظيم وكيف أنها كانت حذرة لم تشأ أن تخبر أم أبي بكر بمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى استأذنت من أبي بكر حتى أذن لها أبو بكر ورأينا كيف أن أبا بكر ينتقل دون طعام وشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكتحل عينه برؤيته سالما معافا ويدعو أبو بكر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالخير وبالإسلام فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت رجل ليس بعد الأنبياء أفضل منه ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء رجلا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من أبي بكر رجل يشاء الله تبارك وتعالى أن يكون قمة سامقة يشاء الله تبارك وتعالى أن يكون رجلا لا ككل الرجال رأى أبو طالب أن هذه المحاولات تنبئ عن شيء خطير وأن قريشا بدأت تصعد في عملها ضد هذه الدعوة فجمع أبو طالب عشيرة مؤمنهم وكافرهم وشرح لهم القضية وطلب منهم أن يكونوا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا من مكة إلى شعب أبي طالب وفعلا خرجوا إلى شعب أبي طالب لما رأوا أن الأمر أمر منكر وأن قريشا قد أعدت وقد توعدت وأرعدت من أجل اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يقف في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعشرته مؤمنا وكافرا وهذا من عجائب التاريخ أن أناسا ليسوا على دين محمد ليسوا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحون ثلاث سنين عجاف جوعا وعطشا ومرضا وانفصالا عن القبيلة الأم ولا يبعون القضية يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم على غير دينه وهذا أمر الله عز وجل إذا أراد لأمر أن يتم هيأ له أسبابه ولو كانت هذه الأسباب مما لا تدركه العقول أن يوفر حماية دعوته وأن تكون حماية دعوته من طرف خصومه كما كانت حماية موسى في قصر فرعون إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أيها الأحباب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب من أبي طالب لا يبيت في مكان وحد يتظاهر أنه دخل ليبيت في الخيمة الفلانية فإذا جن الليل يأتي أحد أبناء عمومته لينام في مكانه ثم ينتقل رسول الله إلى مكان آخر للتعمية على المشركين ربما كان فيهم من يتلصص الخبر ويتسمع النبأ أيها الأحباب في هذه المرحلة اجتمع الملأ من قريش وتعاقدوا وتمالأوا على الظلم وعلى القطيعة كتبوا صحيفة علقوها بالكعبة أن قريشا لا نكلمهم ولا يكلموننا لا نبيعهم ولا نبتع منهم لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا حصار اقتصادي حصار اجتماعي وما أصعب هذين النوعين من الحصار وظل المسلمون على هذه الحال ثلاث سنوات عجاف لا يأتيهم من الطعام إلا خلصة كان بعض أهل مكة يأتون بالبعير والبعيرين على مشارف شعب أبي طالب ويضربون الناقة لتكبل سيرها نحو الشعب خلصة حتى لا يراهم الملأ من قريش حتى كان يسمع صراخ أطفالهم من مكة وكان يسمع بكاء أطفالهم من على مسافة طويلة وأنتم تعرفون هدوء الليل في البيداء والصحراء أيها الأحباب خرج ذات ليلة سعد بن أبي وقاص ليقضي حاجته وبينما هو على تلك الحال إذ سمع خشخشة تحت وقع البول يعني كي كان البول يقع على الأرض كان يسمع حاجة يعني خشخشة يعني يسمع صوت فبعد أن أتم حاجته يتلمسه فإذا هو جلد بعير يابس يأخذه سعد يغسله يضعه في الشمس ثم يدقه بالحجر ويظل يستفه ثلاثة أيام كاملة سعد بن أبي وقاص يستفه يعني يسف كما نقول يأكل طحين إن صح التعبير بالماء وأي طحين ما هوش جمح ما هو فرنة ما هو شعير ما هو ذرة إنه جلد بعير يابس قد أكل الدهر عليه وشرب طعام سعد بن أبي وقاص ثلاثة أيام ثلاث سنين والمسلمون على هذه الحال امتحينوا امتحانا شديدا ومعهم قوم رسول الله ممن لم يسلموا ولكن الحمية لرسول الله الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن القبيلة ثلاث سنوات يموت فيها من مات ويمرض فيها من مرض ورسول الله لا يملك شيئا لا يملك أن يصنع شيئا إلا الصلاة إلا الصبر والاحتساب كما أمره ربه في هذه المرحلة نزلت كثير من صور القرآن الكريم نزلت سورة يوسف نزلت سورة يونس نزلت سورة هود التي قال فيها عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها نزلت لحكمة نزلت بالقصص مركزة كثيرا على القصص وعلى التوجيهات الحاسمة في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدعوة الإسلامية أيها الأحباب سأدعو الحديث عن سورة يوسف وعن سورة هود إلى أن أكمل قضية الحصار صبر رسول الله ومعه أصحابه ومعه عشيرته ثلاث سنين لم يغير رسول الله لم يرفع الراية البيضاء لم ينادي قريشا أنني قد سئمت وقد ضعفت وقد تعبت فيمكن أن نتفاوض يمكن أن نصل إلى أنصاف الحلول ما فعل رسول الله ذلك ولما صبر وثبت جاء أمر الله بأن يفك عنه يفك عنهم الحصار ويسخر الله جزءا من مشركي قريش ليفك هذا الظلم وهذا الطغيان هشام بن عمر ذات يوم يتجول في مكة فلقي زهير بن أمية قال يا زهير أنأكل الطعام ونتزوج النساء ونتمتع بما لذ وطاب ونجلس إلى الناس وجزء من بني عمومتنا في شعب أبي طالب يموتون جوعا وقهرا زهير بن أمية هذا أمه هي عاتكة بنت عبد المطالب يعني أخواله بن عبد المطالب فقال له وماذا أصنع قال ينبغي أن نمزق هذه الصحيفة أن نفك هذا الأمر أن نرفع هذا الظلم قال إنما نحن إثنان ابغي لنا ثالثا فتوجهوا فإذا هم مع المطعم بن عدي فصنعوا معهم مثل هذا الشيء فرغب معهم امشى معهم في الخط ثم أبو البختوري بن هشام ثم زمعة بن الأسود فتشكل داخل مجتمع مكة رأي عام ضاغط في الاتجاه المعاكس وهكذا يصنع رأي العام يصنع عن طريق العلاقات يصنع عن طريق الإقناع خاصة إذا كانت قضية عادلة واجتمع هؤلاء الخمسة وقرروا أن يمزقوا الصحيفة لما طلع النهار جاء أبو طالب إلى مكة فظنت قريش أنه يريد أن يفاوث في نفس الوقت جاء هؤلاء الخمسة فكان هشام بن عمر أول المتكلمين قال أيها الملأ منقو أيها الملأ أيها الناس كيف نرضى أن نأكل ونتمتع بما لذ وطاب ونفر من قومنا يعانون الجوع والفقر والضيق والشدة والله لا أجلس حتى تمزق هذه الصحيفة أبو جهل يقول له أسكت يا هشام فقال له تكلم زهير بن أمية قال والله لا يسكت يجب أن تمزق هذه الصحيفة وبدأت الأصوات أصوات الخمسة هذول كانوا متفرقين بدأت ترتفع وصنعوا رأيا عاما آخر داخل الحضور في نفس الوقت يتدخل أبو طالب قال إن ابن أخي قد أخبرني وما كذبني قط أن الله قد سلط على صحيفتكم عرضة أكلت ما فيها إلا اسم الله عز وجل فإن كان الذي قال حقا فما تفعلون ظلم وإن كان الذي قال كذبا وما كذبني بن أخي قط سلمتكم إياه ففعلوا ما شئتم وكان أبو طالب مطمئن إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا لما دخلوا ليمزقوا هذه الصحيفة وجدوا أن الأرضة هي دودة تأكل الخشب قد أكلت هذه الصحيفة كلها ولم تبقي إلا باسمك اللهم فاجتمع الرأي العام مع المعجزة فلم يكن من قريش إلا أن أذعنت حفاظا على وحدة صفها أنه كان رفضت كانت قوم حرب أهلية بين اللي كانوا بين الخصوم من تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ويضعف شأنها ويختلف أمرها ويرفع الضيق عن المسلمين ويشاء الله تبارك وتعالى أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا دون أن يبدل دون أن يبيع ويشتري دون أن يغير لأن الله أمره بذلك تابعوا معنا بإذن الله في اللقاء المقبل أهم ما في صورة يوسف وصورة هود فيما يتعلق بموضوعنا هذا إلى ذلكم الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا